اشتركوا في القناة انهم يتوسلون الدولة يتوسلون كل الناس انه لا يحثون اولادهم على التسجيل او زيادة اعداد القبول في كليات طب الاسنان لماذا يقولون ان هذه زيادة هائلة هناك زيادة هائلة في اعداد اطباء الاسنان في العراق الحاجة الفعلية تفوق الحاجة الفعلية لسكان العراق وانت تسمع هذا الخبر تقول لماذا اذا هذا الفرق تحديدا بهذا الشكل لماذا الناس مصرر علي طب الاسنان قبل يعني حلقتين ربما من الحلقة الماضية والقبل كنا نتحدث عن الاحصاء السكاني واحدة من المهمات الاحصاء للسكاني ان يحدد لك ما هي حاجاتك ما هي حاجاتك من المؤهلات للسنوات القادمة الخمسين المية سنة الاخرى القادمة هكذا ولا أنت عندك خطط تنموية وإحنا في العراق ما عندنا خطط تنموية خطط قصيرة وخطط طويلة الأمل فأنت تحتاج نموك السكاني تحتاج من المؤهلات تحتاج الطباء تحتاج معلمين تحتاج مدرسين جامعة تحتاج مدارس تحتاج جامعات كلها تحتاج طرق تحتاج سيارات كل شيء يحسب بالحصاء السكاني جزء من أدها هذه لأننا بلد فوضى فوضوي فتركت على الغارب تركت الأبواب مفتوحة الكل يلعب ودخلوا في العملية التعليمية وصارت العملية التعليمية وليس دخلوا الآن اللي تربويين واللي تعليمين قلة يعني ندور عليهم بالدربية الكل تجار جامعات أهلية معاهد أهلية مؤسسات أهلية مصيب كليات أهلية فأنت الجامعات والكليات أهلية تخرج الطلاب مئات الألاف تخرج عشانه طب أسنان وطب عام طيب وين يروحون ذولا لماذا هذه القضية لماذا طب الأسنان ولماذا صيدة لهم مثلا أيضا نفس الشيء لماذا وبعض الكليات معينة بس يعني أحضرني الآن طب الأسنان هم يتحدثون عنه والصيدلة الأعداد هائلة والمعدلات عالية جدا بيها وكليات الأهلية كلها تفتح بهذا الاتجاه لماذا؟ لأنه عملية تجارية لأن طب الأسنان أغلى الأسعار تأخذها يأخذها طبيب الأسنان في عيادات طب الأسنان مشهورة بالعالم كله بأنها أعلى الأسعار خدماتها عالية وواردها عالية جدا جدا فتجار يزموها ويجيبون مجموعة من الأطباء ويسوون مراكز وبالعالم كله وبالعراق يسوها مراكز معينة ويجيب بيها طباء ويعينهم ويطيهم رواتب ورواتب عالية والمكاسب عالية جدا جدا ويفرهم المواد هذا ما يحصل وبالتالي أنت عندك عدد الأطباء كارثة أنت يعني عندك نقص فيه اتجاهات معينة وعندك زيادات فيه اتجاهات معينة لأنه فوضى لأنه ماكو تخطيط لو كان هناك تخطيط لا ماهو فقط وزارة التعليم العالية لفتح كليات أهلية بهذا الشكل وله كليات الطب لأنه هذه أرواح ناس ومن ضمنها كليات طب الأسنان وعداد آئلة النقابة نقابة أطباء الأسنان قالت أنها بصدد يعني تسوي مؤتمر أو مؤتمر صحفي أو مؤتمر تحذر به المواطنين أو تطلب من المواطنين عدم زج أبنائهم في كليات طب الأسنان بالعام الدراسي القادم والأعوام القادمة التالية لن يستمعوا لهذا النداء لأن السوق شكل يطلب والنداء شكل هذا النداء بلا ثمن هذا يحكي عن قيم ويحكي عن حاجات ويحكي عن متطلبات ويحكي عن كفاءات ويحكي عن اكتفاء وهذوله يحكي عن أموال يحكي عن تجارة فتجار ذوله الجامعات الآن الكليات التي تبنى وفقا لحاجات حاجات مادية حاجات التجار كلها عبثة تبنى نعم وتؤسس ويدفعهم بها أموال هائلة لأنه مشروع تجاري يدر عليك أموال هائلة وغالما ننقر في كل العالم هذه تحسب حسابات دقيقة وتحسب الزيادات وتحسب يقدر يريد طباء يقدر يريد معلمين يقدر يريد مدرسين جامعات يقدر يريد مهندسين يقدر يريد فنيين يقدر يريد ناس بالمساحة يشتغلون ناس بالمذروق وين بالزراعة بالريب كلها محسوبة وللسنوات وتجد عندهم سجلات تشوفها كأعداد لمئة السنة قادمة بس احنا ما عدنا هذا القضية ما عدنا لأن احنا يعني فوضى فوضى بالسياسة فوضى باقتصاد فوضى بالمجتمع فوضى بكل شيء فوضى أمنية وفوضى اقتصادية وفوضى سياسية وفوضى الاستقلال وفوضى السيادة وكل شيء فوضى فوضى ثروات الآن ثرواتنا كلها تعدم الآن وتروح فهذا النفط الذي ينبيع ويروح هذا من كل الذي ينضبه من الأرض نعم احنا بلد الله سبحانه وتعالى أعطانا هذه الخيرات من الثروات النفطية لكن كل هذا تروح وبعدين نقود على الحديد حتى حديدة ما يكون سنة يعني سنجلس بالصحراء بعدين بعد كم سنة قريبة المياه الآن انتهت وخلاص وراحين بس تقل أسعار النفط والنفط ينضب وحاجات وخلاص ونتين الموضوع والبلد يصير من بلدان الفقيرة اللي اللي بالطيارات يشمروا لهم أكل هذا البلد الغنيم بلد السوات بلد الخيرات هكذا يتحول فبالتالي انتم فوضى في كل شي ماكو حسابات واللي يقهرك في هذا الكلام انه يتحدثون عن تنمية وبناء وتطور وازدهار هو موجود وين ازدهار هذا انتم لاعدكم خطط تنمية لاعدكم خطط صناعية لاعدكم خطط زراعية لاعدكم تجارية لاعدكم سياسة اقتصادية لاعدكم سياسة عامة لاعدكم سياسة تربوية لا تعرفون اش قد المدارس الراح تكفي هايسة حاجتنا للمدارس 13000 مدرسة الآن طيب وبعد 10 سنين ماحد يحكي لك بعد 5 سنين ماحد يدري ليش دسون الاحصاء السكاني ماحد يقول لك انتم تكون خطط تنموية حتى تطبقون غايات أخرى غايات طائفية وغايات غرشكة غايات سياسية ماحد يقول لك لكن واضح ما انه انقيدين البلد فبالتالي هذا جزء منعته أطباء الأسنان واخذ مثل هذه الحالة مئات الحالات مئات الاختصاصات كلها نفس الحالة ما دام بها تجارة بها ربح ستجد فيها الأقبال شديد والناس تريد صار المكسب هو المهم ما صارت قبل كانت الناس تبحث عن ابنهم فلان طبيب له شخصية له كيان له هيبة له فلان ابنهم ضابط فلان ابنهم مهندس فلان ابنهم استاد جامعة فلان ابنهم ما ارى شنو حتى فلاح فلان عدم ازرعة فلان يزرع فلان يفلع فلان بره يشتغل فلان هذه الحقيقة هيتش الناس كانت تتباها وهذولا قامات قامات شامخة ومتواضعين وناس طيبين ومنعجما ما يمكن وحالهم حال البلد وحال الناس ما كو طبيب يمتلك يعني اقصى ما يمكن عنده بيت صغير يعيش به وسيارة ما عارف شلون قوم دبورها واذا عاش عيشة مريحة فهو جزء من من واجبة ليقدمه جزء من من مردود واجبة ليقدمه الكبير بالمستشفيات انت تحترمها الان بوين هذا كل وان صار ما على اسف الشديد صارت القضية كلها تجارية وكلها اربح واجقد اقدر اكسب من هذا الموضوع وهذه الكلية صارت ايضا مكسب والقبول في الكلية صار مكسب وحسابات تجارية بحتة ليس اكثر اما اجقد فائدت للوطن شي يفيد اجقد محتاجين ما لح علاقة نهائية وقد هذه العلقة انتهى اعزائي المشاهدة اترككم بخير ولتخبكم في حلقة الاخرى الى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة